العرف وجميع أن بلادنا كتمر هدلأيام بظروف استثنائية والمعروف علينا كنديروا يدينا فيد بعضياتنا باش نتعاونوا وامتضامنوا هد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشي من كام غربة اللي ورتناها على أبائنا وجدودنا واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كي حدنا على التآخي والبدل والإحسان وحيث أملنا فيكم كبير سمعنا وكون معانا وخليك في الدار باب التبرعات مفتوح اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسنناش بلادنا أمانة فرقبتنا وعندها دين كبير علينا وفي هد الوقت اللي خاصة نكون غير بحرار السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله حياك الله للك الزوم كديرين بخير بارك الله وبك الله أعزك الله للا نهار كبير هذا الله يحفظكم ورعاكم يا رب سمتكركم بزيزة يا مرحبا بك لله سمتكركم بزيزة يا رب يا رب سمتكركم بزيزة يا رب يا رب سمتكركم بزيزة يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب الله مآمين يا رب الله مآمين يا رب يا أستقر أيضا أحترسنا الكلمة شكرا لك 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 حافظ الله يجبك بخير يا رب يا رب وبنتي وبنتي أفراد لا يستر عليك العيي يمعهم بارك الله فيك يا رب والخوف للك الكوف هذه هي الضرفية المؤتع الكثير من الناس يشعرون بالخوف ويشعرون بالقلق ومنهم من يتطير هذا الخوف عنده إلى اكتئاب وإلى حالة من الزعر والإضطراب النفسي وهذا أمر طبيعي الخوف هو طبيعة بشرية طربي عز وجل أركب فينا حينما خلقنا أركب فينا خاصية الخوف لكن هناك الخوف الطبيعي وهناك الخوف الغير طبيعي ربنا عز وجل قال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ الخوف البسيط هو طبيعي فينا كلنا نخاف نخاف الله تعالى ونخاف عقابه ونخاف من حوالد السير ونخاف من أي وحش ظهر أمامنا ونخاف من لزاة بردين ونخاف من الفقر هذا خوف طبيعي لكنه إذا تجاوز مداه صار خوفا مرضيا لبنت نبهلي ساد مقاب هو عدد كبير من المواطنين والمواطنات رهب ذاكي تتصرب لهم هذا الخوف غير طبيعي هذا كي تصبح خوف مرضي هذا سببه غير وسوسة المؤمن عليه أن يوطن نفسه ويشعر دائما بأنه قوي يستبد قوته من خالقه عز وجل المؤمن عنده التبات وعنده اليقين مهما يقع مهما يقع المؤمن لا يخطر من أي شيء إلا من ربه عز وجل وأي خسران خطرين لا يهم كذا ما الآن بعد نفسه عنده امتشارات كبيرة ومع هذا الخسار الاقتصادي والحسار الحجز الصحي ضاعت لهم أموال وضاعت لهم مصالح تبدأ يشعروا بالخوف من هذه الخسارة الاقتصادية وأجور المستخدمين وكي اللي ضيع الضرافة وكي اللي ضيع سفريات مع العائلة وكي اللي نازل محصور وحاصر كان في دولة أخرى بغي يدخل المغرب المطارات الموقفين صار محاصر لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء هذه خسارات كثيرة لكن كل خسارة تهون المهم الخسارة ما تجيش في حاجة وحدة حاجة وحدة ما تجيش في الدين إن لكات الخسارة في الدين هذه أكبر خسارة وأكبر خطيئة وأكبر صعوبة فعلينا أيها الأحباب الكرام أن لا تخشى الضغط على من أي شيء سوى الخسارة في الدين فأسأل الله تعالى أن يفر جهنك وينفس كربك ويسعد قلبك اللهم آمين يا رب يا كريم بقيم معنا للك لتوم خطب حلقة إن شاء الله دل واحد دعوة للخير ويقول لك فيها أوفر النصيب بفضل الله وجود الله وكرم الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة